وبعد الإعلان فايزر عن لقاح محتمل لكورونا بنسبة 90% طمعا إذا صح القول للمشرعين هذا طبعا الإعلان كان يوم أمس التاسع من نوفمبر كان يوم تاريخي ربما للأسواق للعالم للبشرية بحسب فايزر من هذا لقاح كورونا فعال بنسبة 90% بحسب الدراسات الأخيرة التي تمت على عشرات الألاف من المتطوعين طبعا فايزر مع بايونتك تتوقع بأن تنتج 50 مليون جرعة فقط خلال هذا العام 2020 ولكن سيصل عدد الانتاج إلى 1.3 مليار جرعة خلال العام القادم 2021 ردة فعل المبدئية للأسواق هو دخول S&P 500 عند مستويات قياسية جديدة مع هذه المكاسب طبعا ما لاحظنا خلال هذا العام كان جنوني في الأسواق من أسرع سوق هابط إلى أسرع سوق صاعد هذا ما شهدناه في عام 2020 وطبعا هي مسألة تاريخية أما بالنسبة لداء المؤشرات الأمريكية فليس كان هذا فقط المهم سرعت الارتفاع حدة الارتفاع ولكن التحول الذي شهدنا وكيف شهدنا الانتقال من أصول إلى أصول أخرى لم نشهد هذا الشيء في أكثر من 20 عام الفرق بين أداء مؤشر الداو جونز والنازداك شهدناه طبعا لأول مرة هذا الفرق الشاسع اللاو جونز يتفوق على النازداك بهامش كبير كان الأكبر منذ حوالي إلى 20 عام ماذا بالنسبة للاستثمار في أسهم النمو مقابل أسهم القيمة بدأنا نشهد عليها تراجعات تراجعات كانت حادة يعني قلصت ثلاثة أشهر من المكاسف فقط في يوم واحد الصندوق الاستثمار ممنتوم فاكتر طبعا هذا ممنتوم فاكتر هو الزخم أيضا بدأنا نشهد تراجعات عليه وهذه إشارة واضحة بدأنا نشهد أيضا تخارج من هذه الاستراتيجيات أو استراتيجيات الزخم ما هي المؤشرات أيضا الإيجابية الأخرى منحنا العائد اليوم الفارق ما بين عائد سنتين وعشر سنوات عادة ليتسع من جديد إلى أعلى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات حوالي ثمانين نقطة أساس وهذه تعتبر أيضا مؤشرات إيجابية تنعكس على الأسواق أما بالنسبة للأسهم التي عانت طبعا هي كانت الأسهم الأكثر استفادة من جائحة كورونا لاحظوا معنا هذه الأسماء نتفلكس زوم بارتون كل هذه الأسهم حلقت مئة ومائتين وخمسمائة في المئة ولكن في هذا اليوم الإعلان لاحظوا معنا هذا الهبوط الحاد بعض الأسهم خسرت حوالي خمسة عشر في المئة فقط عند الافتتاح تقلصت بعض الشيء ولكن في النهاية سهم مثل زوم خسر أكثر من عشر في المئة خلال هذه الجلسة أما بالنسبة للمؤشر أيضا الإيجابي ومن ينظر إلى التحليل الفنية هذا هو الأداء النسبي للمعادن الصناعية مقابل المعادن الثمينة ندخل المعادن الثمينة عندما نحتاج هذه المعادن كتحوط ضد المخاطر أما بالنسبة للمعادن الصناعية عندما ترتفع هذا مؤشر جيد هذا طبعا أيضا في اللون الأصفر معدل مائتين يوم 200 days moving average شهدنا ارتفاع فوق هذا المتوسط مائتين يوم لأول مرة بالنسبة لهذا الريشو هذا المعدل وبالتالي قد تكون أيضا مؤشرات إيجابية على المدى الطويل بحال شهدنا استقرار هذا السعر فوق معدل مائتين يوم يعني مؤشرات إيجابية هل تستمر؟ هل التاسع من نوفمبر كان نقطة حاسمة في عالم الأسواق المالية؟ طبعا الإجابة قد تكون بعد أسابيع أو بعد أشهر ولكنها مؤشرات إيجابية ترجمة نانسي قنقر